تمكنت السيدة الروسية تنزيل يابيسا بائيفا من دخول موسوعة غيانيوس بكونها أكبر إنسان معمر في العالم بعد أن أتمت عامها المائة وعشرون في آذار الماضي تنزيل يابيسا ولدت في عام 1896 في مقاطعة استراخان الروسية ولديها ثلاث أبناء وعشرة أحفاد وأربعة وعشرون من أولاد الأحفاد وتعيش تنزيل حياة هادئة بسيطة سعيدة فقد قضت معظم أيامها في الحقول وحديق منزلها متصالحة مع الطبيعة ابتسامتها ترافقها دائما لذلك تراها بعيد عن الأمراض والضغوطات النفسية التي تقصر العمر وهذا أحد أكبر أسباب عمرها المديد حسب اعتقاد أفراد أسرتها عاصرت السيدة تنزيلية أيام روسيا القيصرية وأيام ثورة أكتوبر الأشتراكية وخلال الحرب الوطنية العظمة وشهدت انهيار الاتحاد السوفيتي مع كل أزماته وأزمات روسيا المعاصرة والجدير بالذكر أن هذا الرقم القياسي في موسوعة غاينيوس كان لا أكبر ما عمر فرنسي جون كالموت الذي توفي عام 1997 عن عمر ناهز المائة واثنان وعشرون عاما ترجمة نانسي قنقر